أكدت مصادر الحدث تمكن قيادي كبير في حزب المؤتمر الشعبي وأعضاء في مجلس النواب وصحفيون وحقوقيون ورجال أعمال من الإفلات من الإقامة الجبرية التي تضعهم فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء نائب رئيس مجلس النواب لشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية رئيس المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوى ناصر محمد باجيل وصل إلى عاصمة محافظة شبوى وأكد وجود محاولات مستمرة من قبل أعضاء المجلس النواب في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيا للفرار من تلك المناطق ووفقا للمصادر فإن عشرة نواب وصلوا إلى عدن منتعز ومن الضالع وكان عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد قد كشف في وقت سابق عن استمرار هروب أعضاء مجلس النواب من العاصمة صنعاء مؤكدا أن صنعاء فقدت تماما شرعية مجلس النواب فيها في اليمن أيضا